في تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين جوبا والخرطوم قال جنوب السودان إنه صد هجوما على أراضيه شنته قوات الجيش السوداني فيما حذر ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني حكومة جوبا من جر المنطقة إلى حرب شاملة وكانت حكومة جوبا قالت إن قوات سودانية مدعومة بالميليشيات تقدمت نحو مواقع للبترول في ولاية الوحدة كما اتهمت الخرطوم بشن غارات جوية على جنوب السودان الذي انفصل عن الشمال في شهر يوليو تموز من العام الماضي ودخل في نزاع مع السودان بسبب رسوم عبور النفط من الجنوب إلى الشمال ونقاط حدودية مختلف عليها وقال ربيع عبد العاطي وهو أيضا قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تصريحات لبي بي سي إن معطيات الأحداث تسير في اتجاه مواجهة عسكرية شاملة بين البلدين تصريحات عبد العاطي جاءت بعد أن أفادت الأنباء الواردة من السودان بأن قتالا عنيفا نشب بين جنود جيش جنوب السودان والقوات المسلحة السودانية في منطقة قطع هجليج الغنية بالنفط ورفض عبد العاطي بشدة تصريحات حكومة الجنوب بأن قواته تدخل في مناطق تابعة له وليس للشمال إلى ذلك اعترف الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصورامي خالد سعد في تصريحات لبي بي سي اعترف بأن قواته هزمت خارج هجليج ثم تراجعت نحو الشمال وأضاف أن القوات السودانية لم تكن البادئة بالقتل المسؤول العسكري السوداني أقر بأن قواته تقدمت نحو هجليج بيد أنها لم تتمكن من السيطرة على حقل هجليج الذي يعتبر أكبر حقول السودان النفطية إذ يشكل مصدرا لحوالي نصف إنتاج البلاد من الخام وتعتبر هجليج بشكل عام جزءا من السودان لكن جنوب السودان يرفض ذلك وقال برنابا بن يمين وزير الإعلام في جنوب السودان إن القوات السودانية تتحرك بدعم من ميليشيات موالية للخرطوم وأشار إلى أن السودان شن غارات جوية مجددا على جنوب السودان حيث جرح عددا من المدنيين بحسب تعبير بن يمين وكان الاحتقان الذي تشهده العلاقات بين البلدين قد أدى إلى الغاء الرئيس السوداني عمر البشير كان مقررا الأسبوع الماضي في جوبا مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر